بلدية تيكريت عدت خطة خاصة لعام 2024 بعد أن كانت نهاية 2023 نهاية مهمة ونهاية كبيرة من خلال إطلاق حملة تيكريت أجمل هذه الحملة التي شملت إنشاء عدد كبير من المشاريع المسطحات الترفيهية وصيانة الطرق وتخطيط الشوارع المدينة انتقلت إلى مرحلة جديدة في 2024 سنكمل تيكريت أجمل إن شاء الله وأيضا خطط أخرى عدت من قبل محافظة صلاح الدين وبلدية تيكريت ستكون مهمة من خلال تنفيذ مشاريع في منطقة حي القادسية وفي عموم مدينة تيكريت حي القادسية نتأمل بإطلاق المباشرة الفعلية بمشروع الشارع الحولي الذي يربط بين مدينة الألعاب وحي الكفاءات فيها القادسية يوم أم استمت المباشرة بتبليط المنطقة التي تقع على يسار شارع المستشفى ما تسمى من خلال تصميم مجال منطقة الزونسي على جانبين هذا الشارع شارع المستشفى العسكري الأعمال المستمرة ومتواصلة أيضا لدينا خطط فيما يخص أحياء الشيشين وحي العصري إن شاء الله وحي الجمعية سوف نعلن عنها فور كمال الإجراءات الإدارية الخاصة بها ترجمة نانسي قنقر